السلام عليكم ليشاف معكم شاف والد ان شاء الله تكونوا كامل بخير و صحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهذا المعسلة لان احبكم كامل تجربوها واحد طريقا خليكم بك تسمعوا القرماشة بعد نعود نوريلكم رح نبدأوا بالوصفة ان شاء الله كو جاهدكم كامل في الجنة اول حاجة نقول و بسم الله هندي زوش كيسان تاع ثارينة لهو داقيق ابيض ما يعادل تلتمائة نقلام تاع ثارينة نغرب لها كامل بش نحيلها كامل هذوك لبيل دار هندي الرشة تاع الملح الملح من الاحسن يكون نرقيق ولا عندكم ملح اخشين دوبوه في شوية تاع الماء بش ديره هندي تلت ملاعق يكونوا مملوئين جيدا تاع السمن يكون دايب و بارد ما دينوه سخون عشان كفون قولكم لازم السمن تاعكم كي دوبوه لازم يبرد بش تخدموه به رح نبدلكم واحد الوصفة تاع المقراط تم ما كنشرح لكم جيدا على السمن خدش الخطأ لكو كامل توقعوا فيه هندي مبسس بنية دياء كمية قليلة القرامة شي بزاف نبدأ نبسس في الفارينة غير بيديها هكذا كما كنت تلاحظوا حتى نرى السمن تاعي تخليه كامل في الفارينة ولا الخليد تاعي متجانس تحبو تديرو لامارغارين تحبو تديرو زبدة تحبو تديرو زمن الزيت لالا مي هذو ثلاثة تقدروا تديروهم لامارغارين والزبدة والاسمن وحدة فيهم تقدروا تديروها بسكو غير تلت ملاعق أكل يكونوا دايبين هنه كما كنت تلاحظوا معي في الصورة نبسس كامل بيديها هكذا يا بش نلاحظ بليك هذيك الفارينة والمكونات دخلوا كامل مع بعضاهم ونبدأ نطم بالماء والمظهر هندي تخليط بين الماء والمظهر حتى تنطمني الانطاة ديالي ما تجيش طريقة بزاف وما تجيش يابسة تجي بين طريقة ويابسة المهم انتو هي كيف احسنت تطره بزاف وكيف احسنت تتطروا بزاف وكيف احسنت تغيبونها بزاف وكيف يتطروا بزاف وإرداءها كامل ويجيش بخصية كأنك كنتم غير ملعجينة تنطم بزاف وزاف التي مختلفة بزاف وراءة هل مريك احسنت تغيبتها مرات الملك كافية تح وما توجد طريقة بزاف وما تجيش في اليدين ممتها ندرها في كيس بلاستيكي ضروري جدا هذي العجينة تروبوزي ولا ترتاح لمدة نصف ساعة كي تروبوزي نصف ساعة نشوف كيف شرح نخدمه بها من جهة اخرى ناخد كيلة تاعة الكوكاو ولا لوز ولا وش كان عندكم هنديت كوكاو انتم موش كان عندكم ديرو يكون محمص شوية ذاك الكوكاو يا ربي شوية ما تحمصوش بزاف يا ربي سبعة دقائق في الفور درت له ملعقة اكل السكر حيث قد ما تقدروا رقيق زيت له ملعقة اكل سكر ملعقة اكل مربع المشماش ونضم بالمظهر رحوا غير بالمظهر بش ميجي كونش جاري نعرفوا بلك الكوكاو إذا جانا شوية جاري مع الأول رح يشرب الكوكاو ينشف تمتم لكو تعارفوا بلك الكوكاو يشرب لكم تمتم لما تعوه هذا الفارس ما شي لازم ديروها يبسا لازم اموات تكون شوية طريقة نخطيها لاش الكوكاو قتلكم يعاود يحكم مروحو شوفوك فش حكم مروحو شتو يعاود يحكم مروحو على النا هم ان يريدون كوكاو بلك الكوكاو perliv جانا بنذي 12 كرم جاننى 32 عبقة تعالى الهم small م resposta لا تحب تسيقو ب 혹시 اكل بنا القطائم وهذه العجينة تخرج لي 32 عبقة بشي يكون على بالكم عقدة ولافارس خرج لي 32 هبة هكا بشي يكون دايما نقول لكم ما هتخرج لكم من الهبة العجينة التايبة ما رتحت لي في التلاجة نصف ساعة نجبضها نجب أن نخدمها بالمايزينة أنا ما دبيا نخدم بالفارينة وهذه كمية هاد الابات لازم تتحل بالمايزينة بين قوسين هاد الابات وش نوعها بش ما تخافوش منها ولا ما تقولوا لي على ما قلت لناش هذي الابات عفيلو بات عفيلو خم نتشريها ميل فوا بات عفيلو اللي تشريها أنا ما تعجبنيش حاجة لولا تتقطع بزاف وتجيب الزفر هيفا بلك تكون معنا بليش مي أنا جو بريفا نخدمها وحدي في الضار ما عندي واحد للاست يوسع البقلاوة التركية نخدمها بات عفيلو في الضار وحدي بسي ما نديرها شاكداية نديرها بالحبار بقلاوة مشي با مشي فلنفرش كيمة تتزاين نفرش وطبس بع طباقات كاوكا ونزيد ونفرش ولا لا عندي واحد طريقة تحبو نديرها قولولي في كومنتها هنا فتحت العجينتاي في نميرو في الماشينة العجين في نميرو 2 وبعدها فتحتها في نميرو 5 كيما را كنت لاحظوا وكل بين وحدة وحدة ندير شوية على ما يزينه باش ما يرسقون لناش ها يعنيك هنا قاعد علي نفتح فيهم في نميرو 5 في رقم 5 عايدا محبش نجيب الماشينة العجين وقاعد ندور قدامكم متشوفوا اكو كاملة عارفوا ديرو في الماشينة العجين دوك هنا كيدر 2.5 شوفو هنا كامل فتحتها في 2.5 دوك شو نفتحها نفتحها في 2.8 أنا الماشينة التاعي الخنانية تحها 2.9 عقدة دوك انتم ما ديروا رقم قبل الآخر اللي عجينة تاعكم دوك ولا عندكم رقم الآخر سبعة انتم ما ديروا في الستة كيما أنا عندي رقم الآخر تاعي في 9 درتها في 8 عقدة فتحتها كامل ورانين طوي وحدها لازود شوفو هادي نحكمها نفتحها في 9 كي نجيبها شوفو نحطها فوق الوقها نضي شوية المايزينة بانسير باش ما تلسقناش وبعد عتيك وننطويها على زوج ايضا دوك نقول لكم على ما نطويها على زوج بجينة سهلة في الخدمة تاحها وتورق لنا تمتم دوك شوفو هنا يا كملتهم كامل في رغم 9 لازم اللي بلونت طرابة يتعكم يكون معمر بالمايزينة شوفو ديروا مايزينة متخافوش نقسم العجينة تاعي على زوج شوفو نقسمها على زوج هادوك بدأ نخدم به هادوك بدأ نخدم به هادوك بدأ نوري لكم هادوك دابور وهادو مالوك نطويها على زوج شوفو ندرهم في طول تاحا 32 سنتيمتر وفي العرض ديلها رح ندديها خمسة سنتيمتر تقدروا ديلة وربعة سنتيمتر جيكم شوية صغيرة جي شابة تانيك دوك العرض انتو ما تحكمو فيه شوفو اني حيليه شوية كامل باش تجيني بيان فياني احنا ايا دهتها خمسة سنتيمتر انا اقشتوا معي فوالا نقسمها كامل شوفو هادوك دا شوفوش حلجة مورقة هاي لك نقرب لكم الصورة فقط باش تشوفوا باطافيلوتاكم كيف اجتكم دي طوب 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 خرماني تشيروها ملفو واشتوش حل سهلا خدمتاها ماشي كامل صعيبة انا جبريفا نخدمها فضل ومن جريعة ما كدبش عليكم بلا هادوك الشي كيتو حو تشيروها في برط تصيبوها غالية جوية ومن ذاك ما تصلحش باش باززافت القبضة عنا واحد ما نحفش نخدم بها وعلى شوفو هنا كيفش هاي القيقة شوفو كيفاش تفتح لي فاصل ما بين وحدة وحدة تفتح عادي شوفو هنا كيفش هاي نفتح فيها هاكا حبيت برك نوريكم في الفيديو باش تشوفو بالليك سهلا ها شوفو كيفاش تفتح خل ما نتشيروها لا مشي خل ما نتشيروها وانا يكدب عليكم حاجة نخدمها في الضار نخدمها في الضار هذا ما كان دوك هلنا هنا نبدأ لكم بهادو ربع حبات نوريكم كيفش نخدمو بهم نحوليك سي تعال هاداك تعال مايزينا بالبنسو يكون ناشف نحيلها كاما ذاك الزيت تعال مايزينا ونحكم نفارس ديالي نوضحها ونبدأ نطويب فيهم كشغل بريوات دوك هكو تعرفوا كامل كيفش ديروا بريوات مو تلاتات صغار مع الاخر نحكم بايض بيد باش اللي تسق الحبه باش ما تفتح ليش في المقلاة وانا كملت المعسلات هاي صح يا سيفري تبه رشيات على الصامسات على تزاير مي الصامسات احنا ما نديروهاش هاكده في الصامسات لازم تكون حبة تاولاد الجاج تكون مغرفة تاعل خل العجينة مشي هاكده لي دام يكون كتر من هادية وش تكون تاني الصامسات نديرها لكم ان شاء الله مي ماشي صامسة هذي صح تشبه للصامسة مي ماشي صامسة جي موعستة لتقرمش الصامسات عنا متقرمش على 100% ويجي منبلها هذي مجيش منبلها 100% وشنو تانيك ويجي مقرمشة هذي كشغل كو تاكلوه في الزلابية شتو زلابية كيف 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 انا كيكونا ناكل فيها ولكنكو في الزلابية هون ديرياني ناكل في الزلابية تعبوه فاريك اكده كيكملها كامل نغلقها بايض البيت وهذاك الزايد اللي خرجنا نقطعه بالموس هذا مكان شوفو نزيد هنا يا حبة تانية باش تركزوا معايا فقط ديروا لها فارسة عكم بعدوها شوية وبدأوا تديروا ببريوات اكده اكده لكم متلتاكم يجبها الهيه. اكده لكم اكده لكم حتى تكملوا الحبات تاتكم سيكفيش تزايروا بان باش الحبات تاتكم ديكم موقفة لا تجيش شهار بها بزاف ولا سينو انا نعطيكم حاجات اخرى. استوى هذه الفارسة تقدروا تفتحوها على شكل متلت تفتحوها باس ببار ازمبل تفتحوها بس باب اصابع اليدتاكم تفتحوها على شكل متلت تحطوها في العجينة و تضغروا يجيكم المتلت كامل اطراف بتاهم متشابهو والجيس واسوى أنا فريفان ديلا عقداي بسكو شغل تحجبني عقدا سينو موتلت تحبو ديوا كي شغل موتلت ديوا كشغل موتلت عادي معلش وانا حقا شغل هقدا افتحوها على شكل موتلت شغل رقوها من الجيها وجيها جي موتلت وحطوه عقدا بشي موتلت عكم يجيكم سهل وهناي طراسيب موتلت بشي تجيكم لفينيسيون نكملهم كامل بنفس طالقة ونعود نرجع لكم اشتركوا في القناة كما كنت لاحظوا هنا كملتهم كامل بدأت الزيت تسخن كما كنت شوفوه في الصورة ونبدأ نقلي فيها هنا ضروري جدا الزيت ما تكونش عالية بزاف لازم تكون تحت المتوسط ستونارتك تكون متوسطة زيدوا نقصوها شوية تحت متوسطة بش لعجينها تطيب لكم كما الصامسة كيف كيف تحب الخاطر وتمتم هذه شحال خمس دقائق وما تطابوا طيبوا المقلة الأولى ترفض لكم من عشرة حبات لشحال تمتم هنا نقليهم كامل ومن ذلك نحبط بالفرشيطة بش يطيب لي لبوتش الفوق نتاحة وهي فرات برك الزيت ما تكونش زيدة بزاف سينو طيب لكم من الفوق والداخل تقعد خضرها والعجينة نعرف بلك قلبها فيها العجينة تانيك نكروحوه في القليان اكو تعرف كامل تقليب الصامسة ومش كيمة البوراك البوراك سح نزيدوله للنار ما هذه لا لا هذه تكون النار تحت متوسطة قليبه كامل كتولي عندهم انكولر شابة دوغي كلاغ ما نحبش نحمورهم بزاف هنا ما العسل هادا كوا ونحوهم من الزيت نقطروهم ونشوفوا كيفاش نعسلوهم ما كنت لاحظوا شوفوا اللوني تحصلت عليه اللهوش بابل بزاف ما نزيد لهم شوفوا قاد الشي كامل طيب ولي واحد ساميني نتونا معهم ما طولوش خمس دقايق ماكسيما يطيبو لكم بسكو صغيرين مشي بزاف ونعره يقليل عشوية اهي تحت الموتها وسط دوك هادا كوا نزل نقلي الكميات التانية لقاعدتلي ونروح نشوفوا كيفاش نعسلو هاديك اللولة لازم يقدرون بزيتها تخلوهم ما تدرونوش ما زيت للعسل ديركتوهم لازم يقدروا باش تلحوا ادالوهم فالعسل واعنا شتطعي قشحال سهلة بزاف انا احبكم كامل تجربوها لا خاطرش ما تكلفش مقادر بززاف غير بكاسكاوكوة ولا تقدروا تديلوها مع اتاي ولا تشربوها خير وتشتلكم وتقعد تقرمش تنخلوها في القرمشة دي على شحال هاي لا دوكانا تنمو ديتها كلوها في عشر دقائق كاملوا كامل هذه الكمية كل واحدة ثلاثة عزيوج وقالد يقولولي خلاصة خلاصة شغول جبنينا وكي حبي دم حبي نعاودها نعاودها واحدين الفيديو نعاودها اعجبتني بالبزاف هنا يا شوفو نخليهم عسل هادا خففته بشوية مزهر حكمت شوية مزهر سخنتوا فوق النار هاداك المزهر كي ولا سخون رميتوا فوق هاداك العسل ولا لالعسل شوية خفيف هكذا خط العسل كي يكون تقيل ما يتخوش حتى القلبها نخليهم حد عشر دقائق يدخل العسل ونحيهم هكذا نقطرهم كي نقطرهم حكمت شوية جلجلان يكون محمص هايضا وفي كوتي برك نضيل هادو كوتي نضيل ندخلهم في الجلجلان ندخلهم مش كامل في اللي قوتي ما يجوش شابين سيجوش لي بوانتبر كذا ما كان هاقدان في الجلجلان يكون لازم محمص بيض العل محمص بشجيش باب وتعنيك لقوا تعوجي هاي نضيلهم في اللي كيسات ونشوفوهم ان شاء الله في طبق التخدم هاي لك المؤسسات انا شتوني ما كلفت ليش مقادر بزاف شوفو الشكل النهائتها يجي بزاف شباب جي تريونج 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 تحا عجبني سيوها اكيد رح تعدو تعجبكم وتنجحوا فيها من اول تجربة وحافوك هذا الشي كامل تخرج لكم كمية كبيرة لابس بها هاك داية تكفيكم كامل افراد الاسراتعكم وتشتلكم غدوة غير غدوة من ذاك تلثية من بعد تقعد تتقرمش ونديري دا تقدرتوها اليوم نخليكم مع القرم مع شاك ما سمعتوها في بداية الفيديو دو كان هنا يا راني وصلت لاخر الفيديو اذا اجبتكم الوصفة تالي يوم ما عليكم غيرتخلوا ليجام وديروا بارتاج للوصفة ونقول لكم انتلاقوا في وصفة اخرى عن قارب اتهى الله بالزافر محتيكم ومع سلامة اشتركوا في القناة